مرحبا كيف كون خدر راشد ماكو وبطاها كندا في واحد سألني على المواصلات فهلأ بدي أقول لك اذا انت جيت هون على تورنطو تحديدا تورنطو المواصلات كلها ميسرة بس اذا معك سيارة أريح بكتير مثل انا هلأ هلأ انا هون بمركز كرمال بدون يعملوا لي فحصات اذا نبين مظبوط بالسيارة بدون الساعة اخدت ماي لوصلت لهون ساعتين وربع تقريبا وغيرت طلعت وثلاث بصات كأنه سفر يعني بالسيارة نص ساعة بس بالباص اخدت ماي ساعتين وربع كتير كان بطيء الباص وكل شوية يوقف بلغمتك المواصلات مأمنة هون يعني كله بيوصل بس في فرق يوم ما توصل على السريعة بس في فرق يوم ما توصل بتطلع روحك لا توصل على المكان اللي بدك فنصيحة اذا جيت وقدرت تشتري السيارة ما تأثر بس السيارة هون تأمينة غالية عشان هيك العالم مكنة بتقدر تشتري سيارة واذا جيبت سيارة بدك تعمل حسابك من الميتان دولار لربعمية دولار تأمين كل شهر بدك تدفع حسب انت والتأمين اللي بتختاره لا لو التأمين الخيس بتلاقي كل العالم مع سيارات بس ما ما حتى بقدر اشتري سيارة هون والله هلأ بس ساكي على الوقف اللي وقفتها وقفتليش ساعة ونصب الباص يعني اجرية اللي عم جاونة قلت اذكرت انه في واحد سا عنا على المواصلات المواصلات مأمنة على اي مكان بدها كاب اللي البنهار 24 24 بس بطيئة كبسات بس كاذا معك سيارة انت بكون مرتاح كتير فاذا اذا الله يسر لها قدرة تجيب سيارة كتير كتير بترتاح والباص انا بالنسبة لي بعلق بس ما في مطارح بيدي جيب سيارة مصروف غلي مش هودك تلحق ولا تلحق يعطيكم العافية سلام عليكم سلام عليكم اشتركوا في القناة